السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم ربيكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اليوم الاخوان قد نتكلم ل محمود عباس الرئيس الفلسطيني اللي كيسفع الجزائر من داخل ليليزي الفرنسية و امام ماكرون شخصيا بخصوص احتلال مغرب للصحراء المغربية بين القوسين بقمع يا الاخوان شوفوا التفاصيل دي لها الموضوع ولكن دائما كنتمنوا منكم انكم تدعمونا باللايكات دي لكم دعمونا بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا افضلا منكم وليس امرا وبالنسبة المتتبعين اوفياء فما كنتكلمش لكم شكرا جزيلا للدعم دي لكم المتواصل شكرا جزيلا للتعليق دي لكم الجميلة واللي كتخلل لنا واحد البصمة رقيع لقناتكم المتواطعة عالم اسكا و دائما احنا يمستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم لي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والعزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة سيلا سندخلوا صورة بالموضوع ولكن قبل ما نبدأ سنتكلم على واحد الموضوع سنتكلم على واحد القربال اللي كان في الجزائر كل الاعلام الجزائري كل المنابر الاعلامية اليوم كيتسائلوا على الصحة دي الجلالة الملك محمد السادس حافظه الله وعلى المصير دي الملك ومصير دي الملكية وكيتسألوا كذلك شنو راه واقع في القصر الملكي حتى الإخوان رجعنا احنا كنعتقدوا بلي هما اللي مغاربة ماشي حنايا بكترة الاهتمام ديالهم بالأسرة الملكية بكترة الاهتمام ديالهم بالمملكة المغربية والأخبار اليوم كما كتشوفوا الإخوان الخبر الأول من جريدة النهار شنو كيقول كيقول تأجيل احتفالة عيد العرش ومصير مجهول للملك أما صحيفة أو جريدة الشرور شنو كتقول كتقول اختفاء محمد السادس يلغي احتفالة العرش لأول مرة والبيلاد كتتكلم كتقول بلي المخزن أصبح منصة للعدوان الصهيوني على المنطقة أما الجريدة الأخرى اللي هي الخبر كتقول صراع على خلافة محمد السادس حافظه الله هنا إخواني أخواتي مجموعة ديالجرائد الجزائرية اللي كيتساءلوا على أسباب إلغاء حفلات المتعلقة بتخليد الذكرى التربع جلالة المالك على عرش أسلفه الميامين مجموعة ديالأسئلة كيتفننوا في الكتابة كيتفننوا في التحليل لكن الرسالة ديالنا ليهم كنقولهم رجاء الله يرحم الولدين ديوها شوية في روحكم ديوها شوية في بلادكم راه الملكية مستمرة والصحرة غادي تبقى مغربية وبرك الله في صحة مالكنا والله يخليه لنا والله يخليه للشعب دياله اللي كيبغيه ودي ما كنقول لكم بللي هاد الهضراء الخوية ديالكم ديال الإنقلاب أو الإنقلاب العسكري هاد الأمور وهاد الكلام راه من السبعينات وانتو ما كتروجو فيها وانتو ما كتقولوها وانتو ما كتكتبو فيها من هار دعم تقوف قير باش يدير الإنقلاب ولكن الله ما يسرش لي وبلدنا الحمد لله غادي يبي خير على خيره كيمما قال السيد ناصر بوريطا المغرب ركب واحد القطار اللي عارف المصار دياله فين غادي عارف طريقه فين غادي المغرب ما كيتسوقش لهاد الكلام الفارغ ديال الكابرانات اللي كيبغيه شو وشو اللي كيبغيه يدير واحد بالبالة والكل كيعرف باللي الإعلام الجزائري هو واحد الإعلام اللي هو ممول ملكا برانات ما عنده لم يستقيه ما عنده حتى شي حاجة وبالنسبة للملك ديالنا الحبيب الله يشافيه المغربة والشعب دياله راهش حاله احنا كنشرح لكم وكنقول لكم باللي جلالة الملك هو إنسان هو بشر بحلنا بحلو معرض انه يمرض النهار غدي يتوفى الله ولكن الملكي احنا راه مستمرة عندنا لأنها كتجري في دماء المغربة والمغربة كاملين مأمنين بها ومشبتين بها وكونوا هانين المغربة عارفين أش كيديروه المهمة الإخوان غدي نمروا للموضوع الآخر وغدي نتكلموا على الناس اللي كيقولوا إحنا يا معا فلسطين ضلمة أو مظلومة غدي نتكلموا على الناس اللي كيقولوا إحنا يا معا فلسطين حتى الموت إحنا يا في صف فلسطين والجزائر تبيع لموره هولو قدامها على قبل فلسطين وشفنا مؤخرا أن محمود عباس جاء الجزائر ورد مئات مليون دولار على قبل فلسطينيين ومن بعد ما قلس أيام من استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد كلبون والأموال الطائرة اللي حصل عليها محمود عباس تسبب محمود عباس في غضب كبير وغضب عارم في قصر المرادية والقيادة دي العصابات البوليزار والانفصالية والسبب دي الغضب ديهم هو تصريح ديال محمود عباس واللي يسمعوا العالم كل شي يسمع شنو قال محمود عباس أنا لا ليليزي أو في قصر ليليزي وأمام ماكرون هنا إحوان أخواتي محمود عباس مشى الجزائر يرد واحد لحصيصة دي الفلوس باش يتوسط لهم عند إسرائيل باش كدلك يسمع لهم شكل ما تغضيهم وتغضب المغرب هنا الإخوان هاد الكابرانات هاد الشعارات ديهم الخاوية وهاد الأكاديب ما كلاتش مع محمود عباس وغضي يعطيهم واحد ضربة اللي ما كانوش كيتوقعوها وفين في قصر ليليزي قدام ماكرون ناري على طيحة يعني طيحة خيبة هنا الجزائر اللي كتتكلم على الجمهورية المزعومة ديما كتقارنها بفلسطين وغضي يقول واحد الكلام واضح اللي ما يقدروش الجزائرين يحرفوها أو يقولوا باللي راه ما قصد وأن الظروف ديال فلسطين بحالها بحال الظروف ديال الشعب الصحراوي أو الجمهورية الصحراوية حسب التعبير ديالهم وكيعيشوا نفس الظروف وعندهم نفس الاحتلال أو يعني كل دولة وعندها احتلال هنا إخواني أخواتي غضي يخرج محمود عباس وغضي يتكلم بطبيعة الحال نيابة على الشعب الفلسطيني لأنه هو راه منتخب من الشعب الفلسطيني وكيتكلم نيابة على الشعب الفلسطيني يعني هو منتخب منتخبه الشعب الفلسطيني يعني كيتكلم بلسان الشعب الفلسطيني واللي الجزائر كتقول هي مع فلسطين ضلمة أو مضلومة وده بيالإخوان غضي نشوفوا الكلام ديال محمود عباس اللي درق البالة في قصر المراضية منذ 74 سنة لنخلص من الاحتلال لا يوجد شعب في العالم تعيشوا تحت الاحتلال أجلبي إلا نحن هنا محمود عباس شنو كيقولهم أو شنو كيصفتهم كيقولهم لا يوجد شعب في العالم يعيشوا الاحتلال إلا نحن يعني ما كينش شعب آخر أو هذيك الدولة اللي كتلسق معنا الجمهورية الوهمية فما كيناشين إحنا ياهما الاحتلال أو إحنا يالي كنعيشوا الاحتلال هنا محمود عباس كيقول لهم بكل شفافية رادوك الناس اللي كتقولوا عليهم شعب صحراوي المضطهد والاحتلال المغربي راح تشي حد ما كيعترفش به وهاتش غير كدوب ديالكم وهاتش فينا الإخوان فين قالوا وقالوا في الإليزي فين قدام ماكرون يعني في القصر ديال إليزي قدام ماكرون وقبل ما يجي بطبيعة الحال راهت صريح اللي قال محمود عباس راه هراجعوا مره وجوجو ثلاثة وعرف النقاط عليش غادي يتكلم وعرف شنخصو يقول وشنخصو مايقولش يعني أو بالتالي هاد الكلام مايمكنش نعتبروه غير مقصود هنا إخواني أخواتي محمود عباس كيهضر عليا أو كيهضر عليا نيابة على الشاب الفلسطيني والرئيس هو رئيس منتخب اللي كوصل رسالة للكابرانات باللي ديك القضية المزعومة اللي كتبهو تربطوها بنا راه مايمكنش أنكم تربطوها بنا لأننا نحن يهوم الاحتلال الوحيد أو نحن يلي كنعيشو الاحتلال الوحيد منذ السبعينات إذن الورقة ديال فلسطين ظلمة أو مظلومة يعني الجزائر اللي كتقول نحن مع فلسطين ظلمة أو مظلومة يعني هذيك الورقة باش كتلعبوه راه ما بقاش وكل لكم وصراحة إخواني أخواتي وحد الضربة اللي هي ضربة قوية ضربة لمكان مش ضربين لها الحساب الكابرانات ضربة قوية المهمة الإخوان وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو كنتمنوا أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم تدعمونا بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا أفضلا منكم وليس أمرا وبنسبة للمتتابعي الأوفياء شكرا جزيلا للتتبع ديالكم شكرا للحضور ديالكم دائم معنا والتعاليق ديالكم والبرتاج ديالكم وجزاكم الله خيرا